ذكر التقرير ان جمهوريا بارزا كتب المذكرة المكونة من 57 صفحة والتي تركز على ثلاثة خطوط رئيسية للهجوم وهي ان الصين تسببت في تفشي الفيروس بالتكتم عليه وان الديمقراطيين متساهلون مع الصين كما ان الجمهوريين سيضغطون لفرض عقوبات على الصين لدورها في نشر هذا الوباء وذلك عند السؤال عما اذا كان انتشار الوباء في الولايات المتحدة هو خطأ الرئيس ترامب وتعليقا على ذلك نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خوات شون يينغ انتقرت فيها هذه الخطة ويستخدم كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الوباء كأداة سياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وردا على الاستجابة الضعيفة للوباء قامت ادارة ترامب والحزب الجمهوري بلوم الصين